بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين نبينا محمد الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أخواني أمشاهدين الكرام في برنامجكم رب الرجوع ولازن نعيش في الرحلة إلى الدهر الآخرة الرحلة إلى أحداث عظيمة كل مسمن ومسلمة سيقف فيها وكل إنسان على وجه هذه البسيطة سيقف أمام ربه تبارك وتعالى إن مما يحدث في آخر الزمان حينما يأتي هذه الدابة وتخطم الناس وتسم الكاثر ويكون عليه علامة على كفره والنور والوضاء على وجه المؤمنين حتى يقول أحدهم إني قد اشتريت من أحد المنسوخين ممن مسخ ثم بعد ذلك يرسل الله تبارك وتعالى ريحا طيبة تنزع أرواح المؤمنين جميعا هذه الريح تأتي فكل أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول ويعمل من الصالحات فإن هذه الريح تنزع روحا فلا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق كل مؤمن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يموت ولا يبقى إلا هؤلاء الشرار حتى جاء في الأحاديث لا يبقى في الأرض من يقول الله 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 لأنهم كلهم على كفر وعلى نفاق وعلى ملة غير الإسلام ثم يتي بعد ذلك كما قال الله عز وجل ألا وهو النفخ في الصور وقد دل الدلالة الكثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن النفخ في الصور لا خلاف فيه ولا شبهة فيه عند المسلمين يقول ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة قال ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد هذا الصور الذي يلتقمه ذاك الملك الذي يؤمر بالنفخ حينما يفزع الناس وهذه النفخة تهلك كل من يسمعها من الإنس ومن الجن وهذا اليوم يوم توفى كل نفس ما كسبت تخرج الشمس من مغربها وثم يأتي هذا النفخ في الصور ثم توفى كل نفس ما كسبت أعمالك الصالحة ستجدها أمامك أعمالك السيئة ستجدها أمامك لا تظلم نفس شيئا والله عز وجل يعامل الخلق بحكمه وبعدله وهو أسرع الحاسبين وهو أحكم الأحكمين وهو العدل الحكم القصد سبحانه وتعالى ويف الله عز وجل المؤمنين بالجنة والكفار يتيهم من وعيد هذه العذاب ويدخلهم هذه النار والله عز وجل وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وكانوا يعرضون على ربهم تبارك وتعالى الصفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة حفاتا عراتا غرلا بهما كما خلقناكم أول مرة يقفون أمام ربهم تبارك وتعالى بعد هذا النفخ العظيم فيترك الله تبارك وتعالى الخلائق يوم القيامة يختلط بعضهم ببعض يموج بعضهم ببعض كالموج يدخلون بعضهم ببعض ثم يأتي بعد ذلك الحيرة فيما بينهم وقيل أن الذي يموج بهم هم يأجوج ومأجوج من كثرتهم ويختلطون بعضهم ببعض وقال الله عز وجل يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا أتون أفواج وهذه الآية تدل على أن هذه يبدأ بهذه النفخة حينما تضطرب أحوال الكون كله الذي عهده الناس فإذا نفخ مات من في الأرض أو مات من في السماء الذي كان يحفظ السماء الملائكة وكان هذه النجوم تنهمر وتتغير الأرض وتنهد وتبس الجبال بس وتدك الأرض دكا دكا تتغير معالم هذه الحياة جميعا بسبب ذلك اليوم العظيم وهو اليوم الآخر حينما ينفخ في الصور وحينما يأتون الناس كلهم أفواجا إلى ربهم تبارك وتعالى قال الله عز وجل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة هذه الجبال العظيمة التي تراها بطولها العظيم وبنيتها وخلقها يجعلها الله عز وجل دكا قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا فيها تعرجات ولا خفوص كلها تكون أرض جرداء مستقيمة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ثم قال عز وجل فيومئذ وقعت الواقعة هذه الواقعة الذي يحذرنا الله عز وجل ويجب علينا أن نستعد من أجلها فنعمل من الصالحات ومن الأمال التي تقربنا إلى رب الأرض والسماوات التي ترضي عنا رب البريات سبحانه وتعالى فتدك هذه الجبال فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية كان هناك ملائكة يحفظونها لأن هذه الصيحة قد مات هؤلاء الملائكة قال عز وجل والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون على الله عز وجل لا تخفى منكم خافية لا تحسب أن ما فعلته في سدول الليل والباب عليك مغلق ولا يطلع عليك أحد أن الله ليس مطلع عليك وأن الله لا يعرف بحالك ولا يعرف سرك وما تخفيه وما تعلنه فالله عز وجل عليم بذأة الصدور حتى ما تتحدث به من صدرك ولا تتكلم به فالله عليم به تبارك وتعالى لا تخفى جل وعز عليه خافية من جميع الأعمال التي تعملها فيوفيك الله عز وجل عملك إن كان خيرا فأحمد الله عز وجل وإن كان شرا فلا تلومن إلا نفسك واجب عليك أن تتق الله عز وجل وعلم أنك إلى الله صائر وأنك أمامه تبارك وتعالى مسؤول فماذا أعددت لهذا السؤال من جواب من ظلم للناس أكل لأموالهم وكذلك ظلم لنفسك في التقصير من ترك الصلاوات وعدم اتيان الزكاة وعدم الصوم ولم تبادر إلى حج بيت الله عز وجل وإلى كل عبادة قد تركتها لله تبارك وتعالى أيرضى الإنسان على حاله إن كان حاله التقصير والتفريط أيرضى عن نفسه أنه سيلاقي الله عز وجل بهذه الأعمال التي لا يوجد فيها شيء من العبادات أو من الصالحات على المسلم دائما أن يرجو لقاء ربه عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا عملا صالحا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فيكون الدين كله لله مخلص لله فيعبد الله عز وجل مخلصا له الدين كما أمر ربنا تبارك وتعالى الله أسهل جل وعز أن يهدينا ليحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي ليحسنها إلا هو و أن يصرف عننا سيئها لا يصرف عنها سيئها إلا هو و أخر دعوان الحمد لله رب العالمين صلي لهم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر